وذي كفن تبع الموجة لا أكيد لك قبل ما أجي على تونس هو حتى بال2017 كنت حاسي أنه لقاء طول لأنه كان فيه يعني بتوصلني كتير تعليقات ورسائل بتجنن وحتى آراء هيك يعني مفصلة عن كل غنية بنزلة ففيه كان مثل علاقة إذا بدك أونلاين مع الأحبة بتونس فبعد أول حفلة بالكوليزي عن جد صرت أعرف قدي هيك بيقدروا الفن قدي أنتوا بتحتضنوا إذا حبيتوا موسيقى يعني أحد الأشخاص فعن جد بيصير هيك بتحسوا واحد منكم وفيكن فهيدا الشي صار يعنيلي وحفلة عن حفلة يعني حتى غنينا بالجنوب التونسي ببنجردان وقابس والحامة وبعد عنا جولات يعني عنا جولة من سبع حفلات وكل الجمهور إلو كاركتير يعني فهيدا الشي كتير حلو بدك تسألهم إلهم أنا مبسوطة أنه يعني سعيدة مثل أي حدا فخوري يكون بقرطاج ونحنا عنا يمكن الفترة الزمنية قصيرة بس عنا ألبومين وعنا كتير أغاني ومتل ما قلتلك يعني هلأ لو ما كنت موجودة كنتوا حتقولولي ليش مانك موجودة فأنا سعيدة وإن شاء الله يعني كل سنة في مهرجان قرطاج وبيوسع الكل وأنا بتمنى يعني التوفيق للكل